احنا معنا كمان دلوقتي المرشح الرئاسي الأستاذ فريد زهران بيدلي بصوته في أحدى اللجان أيضا في القاهرة في منطقة المؤطم تحديدا وهو أيضا كما نشاهد حرصة على التواجد في اللجنة الانتخابية ويرتدي الشال الفلسطيني طبعا القضايا الفلسطينية بتؤثر بشدة على الأجواء العامة المتعلقة بالانتخابات وعلى المزاج العام وعلى قضايا أيضا الناخبين وتوجهاتهم وسياستهم المقبلة وأيضا على المزاج الشعبي ورؤيتنا لمفهوم الأمن القومي ورؤيتنا لقضايانا في الإقليم احنا بنتابع معكم أيضا المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته كان كمان الأستاذ حازم عمر أدل بصوته في صباح هذا اليوم والسيد المرشح الآن الرئاسي عبدالفتاح السيسي أدل أيضا بصوته في ساعات الصباح الأولى في مصر الجديدة ونتابع معكم طبعا كل مرشحي رئاسة الجمهورية وعلى مدار اليوم